احنا جنود الرب اشتركوا في القناة اهلا بكم احبائنا المشاهدين سعداء جدا احنا نكون معاكم في حلقة جديدة وحراس على الاسوار والنهار ده عندنا حلقة رائعة جدا حيتلامس فيها الروح القدس معنا ومعاكم حيبركنا ويبرككم ايضا حنتكلم عن التسليم والاتكال من خلال وعود الله ووصياه لكن بيشرفني الاول رحب ديوفي بيشرفني يكون الاخ اندرو معايا اهلا بك اخ اندرو انا سعيدة جدا انك معينا النهاردة ربنا يبارك حجلتك اهلا وسهلا وحمد الله سلام ربنا يبارك ويكمل معروفه ولمسته هشكر رب لاجلك والاجل البرنامج دايما ربنا بيدينا اوقات عظيمة ويرفعنا اكيد للسماء وبيستحضر السماء الينا هشكر رب لاجلك والاجل الاخت شيري الاستخدام مبارك في حلقة مجيدة وعظيمة في اسم يسوع امين يباركك والمرنمة الحلوة اهلا بك يا شيري الرب يباركك ويستخدمك بقوة ومسح جديدة كل يوم لمجد اسمه العظيم اهلا بك يا اخت سلبة والاخ اندرو بكل المشاهدين وكل الحراس على اسوار امين في اسمه الرب يسوع احبا انا في كل مرة بروح الكدس بيحط على قلبنا نسلي لاجل بلد ونقولوا رب البلد دي فين منك والمرض يا رب ارحم عبيدك المتقلمين فيه فالنهاردة احنا بدينا في قارة اسيا واخدنا سوريا والنهاردة هناخد مملكة الاردنية الهاشمية هنتكلم عنه هنصلي لاجل الاردن والاردن بحق محتاجة للرب جدا 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 لان فعلا مسيحين لفيها يعني اقلية قليلة جدا فعايز اقول ان عدد سكان الاردن 8.5 مليون نسمة عدد المسيحين في الاردن يتراوح بين 3-6% من عدد السكان يوجد اقليات بوزيين بهائيين هندوس ودروز في الاردن يمثل الاسلام في الاردن 97.2 من 10% من عدد السكان وغالبياتهم من السنة لا توجد حرية دينية في الاردن والشريعة الاسلامية هي التي تحكم البلاد يبقى الاردن محتاجة للرب ايتو زي ان يزورها زيارة خاصة ويفتقدها افتقاد خاص عشان كده كل الحراسل على الاسوار نهاردة هنرفع صرخة لاجل الاردن ان تعرف زمان افتقدها ويكون الرب معروفا هناك في اسم الرب يسوع لكن احبائي هنصلي لاجل مرض مزمن وهو الام الرقبة والكتفين الحقيقة يعني الموضوع ده يجي قدامي لان انا عانيت شخصيا منه فقلت فيه كثيرين بيعانوا نفس المعاناة فمشاكل الرقبة والاكتف بتيجي بسبب تشوهات في عظام الرقبة والفقرات بتيجي الام في الانسجة والعضلات والاوتار والاربطة فيه شد عضل حاد ومزمن بيبقى في المنطقة دي بتاعة الرقبة من وراء في الضهر الاورام اللي بتصيب الرقبة التهاب اوتار الكتفين نتيجة الاستخدام المفرط خلع في الكتف او تجمد الكتف او كسور في الكتفين طبعا بسبب الروماتيزم الانزلاق المساحة بين الفقرات دي بتسبب الام مرعبة جدا فكل اللي بيعانوا المشاكل في الرقبة في الاكتف هنصلي لاجلهم النهاردة وهنصلي لاجل الاردن لكن قبل ما نصلي لاجل هذا وذاك خلونا نسمع ترنيمة مع اختنا شيري ونفرح بالرب ونتشجع بالرب النهاردة ونشوف الروح القدس وبعد كده هنصلي طبعا بعد ما نسمع الترنيمة لاجل الاردن والاجل الام الراقبة والكتفين وبعدين نشوف الروح القدس عايز مننا ايه؟ وعايز سمعنا ايه؟ امين اتكالي عليك يا سيد انت بترفع وانت تأيد اللي بيلجأوا ليك قلبك كله حب وطيبة ومعاملاتك ومعاملاتك ليه عجيبة مش شباب حتى للشيبة ومعاملاتك اتكالي عليك يا سيد اتكالي عليك انت بترفع وانت تأيد اللي بيلجأوا ليك اللي بيلجأوا ليك اتكالي عليك اتكالي عليك اتكالي عليك انت بترفع وانت تأيد اللي بيلققوا ليك مش باهن ولا مرة عليك قلت لي نعمتي هتكفيك مش باهن ولا مرة عليك قلت لي نعمتي هتكفيك عضاف ترفع أصرخ تسمع عضاف ترفع أصرخ تسمع أصلاً غالي عليك اتكالي عليك يا سيد اتكالي عليك انت بترفع وانت تقيد اللي بيلققوا ليك مشغل بي أوعايل همي على اسمك يا ياسو عمي تسمي مشغل بي أوعايل همي علي اسمك يا ياسو عمي تسمي لك رح أرنم وأفتح فمي لك رح أرنم وأفتح فمي بذا بايع ترضيك اتكالي عليك يا سيد اتكالي عليك انت بترفع وانت تقيد اللي بيلققوا ليك اللي بيلققوا ليك انت ترفع انت تقيد انت تشدد سواعد أيدينا تزبط بمهارة يا رب قوسنا يا رب وتشوفنا كده رب الضعيف والحقير بطل وأمة عظيمة بك بنبركك بنبركك بنطرح كل ثقل كل حمل للي معه أمرنا بالجبار الذي يخلص بالإله اللي يبتهج بنا فراحا شكرا لأنك تقوينا تمكننا تشددنا انت مجدنا ورافع رؤوسنا يا رب نيجي بأمراضنا نيجي بألام الظهر والفقرات والرقبة والمفاصل نيجي بكل الأمور اللي عارفين نقولها لك واللي مش عارفين نقولها وثقين انك شايفها وانك تعرف تعين ولادك والمجربين كويس يا رب نحط شعب الأردن بين إيدك كل بلد يا رب وكل أرض يا رب اتدفع فيها تاما يا رب بنشكرك من أجل الدم الكامل يا رب والكريم جدا يا رب بنشكرك لأنك كفاية لكل خطيئة جيت عشان ترفع كل خطايا العالم وأحببتنا جدا يا رب أحببتنا فضلا يا رب بنحط شعب الأردن بين إيدك يا رب اللي تستعلن فيه بمجدك يا رب ولتفتح العيون يا رب وافتقاد من عندك يا رب افتقاد سماوي يا رب للشعب ده وللنفوس ديه وللقلوب اللي سفكت الدم لأجلها بنبركك وبنعظمك لأنك قادر أن تفعل أكتر جدا مما نطلب أو نفتكر لك كل مجدو كرامة أمين أمين يا رب أنا جاي باتحد مع إخوات يا رب ووقفين قدامك لأجل الأردن يا رب ولأجل الشرق الأوسط اللي أصبح مشتعل جدا جدا والأمور صعبة والناس خايفة أن الأمور تخرج عن السيطرة لأنه ممكن أي واحد متهور يا سيدنا رب بيدوس على زر واحد نووي يشيل المنطقة بالكامل يا رب من فضلك يا رب أكتر من عشر شهور يا رب أكتر الأمور صعبة جدا جدا وناس عمالة تتعرض لقصف وقتل وتخريب وتهريب ومظاهرات والأردن بالذات يا رب متعرضة لمظاهرات وحشود صعبة جدا والأمور متأزمة 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 جدا ومحدش عارف يا رب البكرة أو مش بكرة بعد الساعة ممكن يكون فيه بعد نص ساعة ممكن يكون فيه يا رب يا رب احنا وقفين قدامك يا رب جايين نيابة عن الناس اللي بتأن في الشرق الأوسط على سيامة في الأردن وفي الأراضي المقدسة وفي غزة وفي الضفة وفي لبنان وفي سوريا وفي مصر يا رب أمور صعبة جدا 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 ولها نعكاس على الاقتصاد وعلى الحياة اليومية وعلى الأطفال وعلى تعليمهم وعلى المستشفيات يا رب من فضلك يا رب من فضلك وإحنا عارفين لأن سبق وكلمتك أخبرتنا ندي نهاية الأيام يا رب وأن ده المسرح بيعد لما فيما سيكون فيما بعد يا سيدنا رب لكن في نفس الوقت وقفين قدامك يا رب كل كلمة سلام يا رب كل كلمة سلام لأجل الأطفال الصغيرين والردة والنساء اللي بتترمل يا سيدنا رب والأطفال اللي بيتهتموا والناس اللي سكنة في الخيام مناظر صعبة صعبة يا رب كنت بشوف لقطة يا رب مبارح لواحدة مسكة غطى إزازة وبتحطها يا رب تحت مكان بينزل نقطة بنقطة مية عشان تشرب طفلها الصغيرة يا رب أمور صعبة جدا جدا يا رب لناس دايرة تدور في سندق الزبالة على لقمة عيش تقولها وما كلوش بقالهم يوم واتين وثلاثة الأمور صعبة يا رب تحنن يا سيدنا رب ضع حد يا رب كما هو مكتوب أنك وضعت للبحر حد فلا يستطيع هذا البحر الهائج أن يتعدى الحد اللي انت رسمته يا سيدنا رب يا رب ضع حد للحروب والخراب والضمار يا رب والناس اللي بتشعل فيها والناس اللي هدفها المتجرة على حساب دماء الناس وعلى حساب الأطفال وعلى حساب النساء يا سيدنا رب يا رب عالم فعلا وضع في الشرير يسوقه إبليس من خلال أدوات وأهلات ومن خلال أشخاص وذبائن يا سيدنا رب يتبعوا لكن يا رب قل كلمة سلام يا رب وضع نهاية للأمور دي يا رب ودي تعقل للموجودين في القرارات السياسية والمناصب يا سيدنا رب ادي لهم حكمة أن يقدروا يقولوا كلمة يا رب خروجوا برا منافعهم الشخصية وبرى مصالحهم الذاتية وبرى انتماءاتهم الدينية وأفكارهم يا رب بيتحركوا منتاجها يا سيدنا رب يا رب اسكر الأردن يا رب افتقاد لهذه البلد يا رب الأردن بلد من ضمن خمس بلاد وطاعتها قدميك يا سيدنا رب مع سوريا ولبنان والأراضي المقدسة ومصر يا سيدنا رب هذه البلاد اللي انت تحركت فيها مكتوب كده ورجع من الأردن بقوة الروح رد روح جديدة يا رب واسكت بروح جديدة على الأردن يا رب وافتقد هذه الأرض يا سيدنا رب لتكون ليك يا رب من فضله ليعرفوك يا رب من الصغير إلى الكبير يعرفوا الرب يسوع المسيح يا رب يكون المسيح والملك الحقيقي على هذه البلاد يا سيدنا رب وعلى المنطقة بالكامل في اسم الرب يسوع المسيح يا سيدنا رب جايين قدامك لأجل المرضى اللي بيشتكوا في مشاكل في الرقبة وألم الرقبة وفقرات الرقبة يا سيدنا رب يا رب مدي إيدك إله قدير إله تستطيع كل شيء إله تقدر تشفي بكلمة بلمسة بكلمة تقدر تعمل معجزات تقدر تصنع الشفاءات يا سيدنا رب اسكر كل متألم كل متوجع كل ما عنده مشاكل صحية في الأمور دي يا رب يا رب كل كلمة سيدنا رب كل كلمة فيبرأ كل مريض أمامك يا سيدنا رب لمسات من يدك القدير زيارات إلهية لكل اللي عند الأطباء بسبب المشكلة الصحية أو في عمليات أو في مستشفيات يا رب يا رب علمس علشان يتعظم اسمك ليس لنا يا رب لكن لإسمك أنت أعطي مجد كل هذا نصلي أبانا في اسم ربنا يسوع المسيح مع أخواتي نهدي لك كل إكرام وكل مجد إلى الأبد أمين يا رب بنبارك اسمك ونعظمك ونشكرك يا رب لأنك أنت سامع الصلاة الذي إليك يأتي كل بشر ما لناش غيرك نأتي إليه مكتوب في ضيقهم تضايق وملاك حضرته وخلصهم يا رب بنجيلك في الضيق في الأزمة يا رب بتاعة البلاد اللي بتعاني معاناة شديدة جدا يا رب في الحروب وفي عدم الحكمة للرؤساء يا رب كما ذكر عبدك وأمتك يا رب بننتظرك في الأردن بننتظرك يا رب أنت تراء في هذه الدولة الكبيرة التي بعدت عنك كل البعد وكل هدفها يا رب هو الحرب تتلقى حروب وتحاول أن تدافع عن نفسها لكن نشكرك يا رب لأن أنت قلت لا سلام قال إلهي للأشرار نشكرك لأن بعيد عنك لا يوجد سلام لكن كل الذين يعرفونك يعرفون معنى السلام الحقيقي عشان كده عرفهم شخصك ليعرفوا معنى السلام الحقيقي افتقد الأردن وتراء فيها وإظهر ذاتك هناك يا رب حتى يعرفك الشعب هناك ويختبر سلامك العجيب الذي يفوق كل عقل الذي رسمته لنا في الصليب وأعطيته لنا ونحن نعيش من خلال سلامك الذي يفوق كل عقل يا سيدنا الرب بنصلي الأجل الكل لتعبنين والمرضى في ألام الرقبة والفقرات والأكتاف قادر أن تتراقف على الجميع وتحسن إلى الجميع وترسل كلمة من عندك لشفاءهم فإسم الرب يسوع كلمنا النهاردة علمنا النهاردة فهمنا النهاردة علشان نعيش حسب المكتوب ونحيا حسب قلبك يا رب ونكون بحق أواني الكرامة نفع للسيد ومستعد لكل عمل صالح في اسم ربنا يسوع المسيح بارك كل الذين يروننا ويسمعوننا لك الكرامة والمجد إلى كل أباد الظهور آمين مبارك اسم الرب وعوض الله ووصياه والنهاردة الروح القدس حتى على قلب أخونا أندرو أنه يكلمنا عن التسليم والاتكال هنشوف الروح القدس عايز وصلنا لإيه الرب يفتح لك أذن لتسمع كلم تعلمين الرب يفتح ودنك النهاردة ويفتح قلبك عشان تشوفه وعايز يوصلك إيه لو أنت مدايق لو أنت مكتائب لو أنت مضطرب لو أنت متزمر لو أنت باكي لو أنت في ضغط شديد في حياتك الروح القدس عايز وصل لك ميسج خلونا نشوف الأخي أندرو إيه على قلبه النهاردة تفضل يا أخي أندرو ربنا يبركك أختي سلوة أنا بشكر رب لأجلك والأجل جملة أو فكرة حضرتك واخده فيها السلسلة دي بس أحطها بترتيب صح إحنا بنميل دايما للموعيد أو الحاجات اللي تخصنا أو الحاجات اللي تخصنا الحاجات اللي هتبقى فيها نفع لنا ومتكاسلين أو متباطئين في الحاجات اللي هتكلفنا ويبقى فيها قيام بدور الله يتوقع مننا ومنتظر مننا لكن السلسلة حضرتك حططيها في ترتيب بالروح القدس وصية ووعد مش وعد ووصية لا وصية الأول ووعد وكان رب هو الرب عايز يقول من خلال الترتيب أن الاحترام للوصية والعمل بالوصية يقودنا تبعيا على طول لتتميم الوعد فالناس اللي منتظر الوعود وتقول فليم الشاي في الأمور بتحصل على الأرض تراجع نفسها من جهة الوصاية اللي الرب بيحطها قدامنا الرب ما بيتجزأش وكلمة الرب ما بتتجزأش إحنا مرات زمان وحضرتك عارفة لما كنا في مصر كنا نشتري الجرائد وكنت عارفة الجورنان كان يبقى حوالي وزاة يوم السابت الأخبار اليوم بتاع يوم السابت كان يبقى مشعب 16-17 ورقة طبعا في ورقة كتير زيادة لا لازم صفحة الوفيات وأعلانات فكل واحد عارفه ويروح لين في الجورنال فتلاقي واحد رايح للصفحات السياسية واحد رايح للصفحات الرياضية واحد رايح للصفحات الفن واحد رايح للصفحات اللي فيها مقولات ومقالات والسيامة كان يبقى مثلا يوم السابت فيها عمود لأنيس منصور فيها عمود مش عارف لمين أحمد باء الكتاب دول فهو واحد بيمسك الجورنال بيجزاؤه أعرف وراء يحلفين الكتاب المقدس مش جورنال بنجزاؤه ناخد اللي احنا عايزين منه ولا طبق فاكهة أنا ما بحبش الموز أنا أخذ الخوخ ولا أخذ البتاع الكتاب المقدس هو كل كلمة الله والكتاب المقدس بالكامل هو موحى بي من الله كيوبي نستوس يعني أنفاس الله هو ده كلمة الله نفخات الله تعال نتخيل أننا نقرأ الكلام ده نفخات الله بتسكن جوانا أنفاس الله بتتحرك في كياننا وفي أعماقنا فما نجيش نجزء الكتاب نقول بلاش الوصية ده تعدي على حقوق الله لأن للرب حقوق علينا في كلوسي واحد آية جميلة جدا صلىها الرسول بولس لأهل كلوسي وكده لتسلكه كما يحق للرب صياغة الكلمة أو الجملة دي في اللغة اليونانية مختلفة عن قراءتها باللغة العربية نحن في اللغة العربية لتسلكه كما يحق للرب في اللغة اليونانية لتسلكه حسب حقوق الرب عليكم يعني للرب حقوق علينا هو له حقوق علينا وبيطالبنا أن نسلك وفق هذه الحقوق اللي موجودة علينا عشان كده في وصية وفي وعد الوصية حق والوعد حق الوصية كلمة الله والوعد كلمة الله الوصية واجبات إلهية الله ويعطيها زي منهج عارفة في السياسة يقولك إيه؟ خارطة الطريق صح؟ مش الجملة دي أو خريطة الطريق الله بيدينا خريطة الطريق اللي لو اتبعناها نسلك سلوكس حقيقي وكده في نحامية تسعة وعطيتهم وصياق التي أن فعلوها يحيوا أو فعلناها نحية يعني حياتنا مرتبط بالوصية عشان كده وصية وعد اللي حطوا الرب على البنى النهاردة في مزمور سبعة وثلاثين نقرأ من عدد واحد لعدد حداشر حقيقة هو كل مزمور مشجع ومعذي وأنا بشكر رب لأجل البرنامج في الصبح بالنسبة لأمريكا الناس تبدأ حاجة تعزية أيوة طبعاً لا تغير من الأشرار ولا تحصد عمال الإثم فأنهم مثل الحشيس سريعاً يقطعون ومثل العشب الأغضر والبالون اتكل على الرب وفعل الخير اسكن الأرض ورع الأمانة شوف الكلمات الجميلة وتلزز بالرب فيعطيك سؤل قلبك سلم للرب بطريقك واتكل عليه وهو يجري وهذه الآية التي نقف أدامها بعد شيء ويخرج مثل النور برك وحقك مثل الظاهرة انتظر الرب وصبر الله ولا تغير من الذي ينجح في طريقه من الرجل المجري مكايد كف عن الغضب واطرق السقط ولا تغير لفعل الشر لأن عامل الشر يقطعون والذين ينتظرون الرب هم يارثون الأرض بعد قليل لا يكون الشرير تطلع تطلع في مكاني فلا يكون أما الودعاء فيرثون الأرض ويتلززون في قثرة السلامة في أربع كلمات أو في كلمتين لهم مرادفات بيتدخلوا ببعض ولازم نفكي الاشتباك عنه من الأرض في فرق بين الاستسلام والتسليم وفي فرق بين التواكل والاتكال لازم نعرف نفكي الاشتباك أنت هسأل الأسئلة دي بالضبط ساليا الاستسلام يأتي من خلال شخص مهزوم نفسيا أيها شخص وصل لمرحلة من اليأس والإحباط شخص مدرك أنه نفسه يعمل حاجة هو ذاتيا لكن ما عندهش قدرة والأمكانيات أن يعمل حاجة فبيرفع الرأي البيضة دس من الاستسلام هو شخص مهزوم نفسيا مهزوم فكريا يشعر بالأحباط واليأس فكره سودوي لأنه شايف الأمور سودة قدامه مشوشة قدامه التسليم يختلف عن الاستسلام رغم في اللغة العربية أو في منطقنا الحروف متشابهة التسليم هو قرار إرادي أي يتخذه شخص لديه القدر أن يفعل أشياء أخرى يعني الباب مش مقفول عنده قرارات أنه ممكن يعملها لكنه قرر بكامل إرادته الذاتية والشخصية أن يسلم للرب والتسليم قائم على ثلاث حاجات حاجة الأولى المعرفة الشخصية لمن اتخذت القرار أن أسلم له حاجة التانية ثقتي في صلاحه واقتياراته حاجة التالتة مرنتي واستعدادي أن أقبل ما يريده الرب أن أفعله وأحيانا بس أنا لازم أسأل نفسي سؤال أنا أسلم لمين سلم للرب طيب إيه هو الرب بالنسبة لك ما النهاردة ليه الأطفال بيصدقون أولادنا الصغيرين وبالذات يعني سيبك بقى بعد ما يوصلوا إلى 12 سنة في مطالع خلال شخصياتهم بتبان لكن لو قلت للطفل الصغير شمال شمال يمين يمين همش معاك بيصدق أي كلمة لو قلت له أخذك الأمر ميصدق ويقعد عنده استعداد نفسي وزيني أنه أخذه الأمر بيصدق ليه بيصدق إلى عشرة الثقة عشرة علاقة حقيقة قريب جدا إيده ممسوكة من إيدي موجود في الحضن موجود في القلب عارف مكانته قصة معروفة قالت على المنابر كتير القصة بتقول أنه في طفلة كانت في الطيارة والطيارة دي كانت يعني مليانة بناس وبدأت الطيارة تتعرض لمطبات هوائية صعبة جدا ونتج عن المطبات الهوائية حالة من عدم الاتزان إلى درجة كانت ممكن توقع الطيارة الجميع ارتبكوا والجميع بدأوا يشدوا الحدام وبدأوا يلبسوا مش عارف ايه وبدأوا المضيفات روحوا تيجي وبدأوا وكان في رجل دين قاعد عينه أو زهنه خايف وقلقانه مضطرب وزهنه مع التعليمات اللي بتقولها المضيفات لكن في نفس الوقت عينه على الطفلة الهدية اللي مش هنا خالص قاعدة هي الوحيدة في كل الطيارة اللي قاعدة في حالة هدوء في حالة راحة في حالة تسليق كانها في طيارة تانية أو قاعدة في بيتها فالشخص ده ومع تأزم المشكلة وبدأت الأخبار تتصرب أن الأمور فقدوا السيطرة على الطيارة رجل الدين ده سأل البنت الصغيرة أنت يعني لو تعيتي زيهم ولا متضايقة ولا خايفة قالت له أخاف لي وعيت لي قال لي قالت له لأن اللي بيقود الطيارة هو أبويا هو عارف أن أنا موجود في الطيارة موجودة في الطيارة فهو هيعمل كل حاجة عشان يحافظ على سلامة بنته فبالتالي أنا مطمئنة يحصل أنا عارفاً لبابا هو اللي قيد الطيارة العلاقة الشخصية التسليم رقم واحد سلم للرب بطريقة مش أقدر أسلم إلي لما يكون في علاقة حقية مع الرب أعرف الرب لأعرفه هو ده بوليس أدري إزاي عيش الثلاثية الجميلة دي اللي قال عليها بوليس الرسول إلا لما المفتاح أعرفه أعرفه أعرف الرب معرفة شخصية أعرف الرب عن كرب أدخل في عشرة معاه وخلي بالي ودي حاجة معروفة في واسعة الأزواج الأزواج بعد فترة يفهموا بعض من الإشارات أو النظر هي الإشارات فتلاقي الزوج والزوجة قاعدين في وسط عشرين تلاتين واحد لكن في حاجة كده بتتقال بالنظر الناس اللي قاعدين مش يعني مش عارفين اللغة دي بس في إشارات في كلمات ده ممكن كمان بصة أعرف أي وليها معنى جديد اللغة دي اللي مش منطوقة ومش موجود ومش متفق عليها يعني هم مش قبل ما يروحوا الزيارة ولا قبل ما يروحوا القاعدة بيتفقوا على عدة إشارات معينة لا دي بتيجي كده بتتفيه اللغة الغير يعني متحضرة وغير منطوقة بتتعرف إزاي العشرة عشرة مع الرب اليومية قاعدتي مع الرب اليومية هي دي دعائم اللي بتقوي وبتخليني أسلم بقلبي أسلم بجد أسلم وأنا عارف أن مهما يحصل قدامي ومهما كانت التحديات الرب موجود يعني القصة الشهيرة في متى 16 متى 14 القصة الشهيرة وموجودة في ماركو الستة بتاع بطرس قبل ما يغرأ بطرس أحنا مش عارفين المسافة اللي مشيها مبين نزوله بس خلينا أنا دايما وأنا بقف على المنابر أو بوعز ربنا علمني حاجة من أول أيام في مسيرة مع الرب قال لي ما تقراش الكتاب وانت بتتصفحه صح اقرى الكتاب وانت داخل جوا أيوة إنقل نفسك جوا الحدث صح وعلى النهاردة أو بنتأمل في القصة دي خلونا نرجع كده ألفين سنة وندخل جوا السفينة ونقعد قاعدة يوحنة أو قاعدة يعقوب أو قاعدة تومة وإحنا شايفين بطرس بيعمل إيه يا جماعة بيشير رجل من على خشب سطح أرضية خشب بتاع المركب وبيحط رجلي على فين في المية على المية ده كرام السهل طبعاً إحنا بنوع عزوي كتير ده مش هيرمي مش هيعوم ده هيعمل إيه دوائب بطوله وأعمال يعمل إيه بيحط رجله طيب أول خطوة ممكن تتقبل يعني أسلحنا عندنا اتنين رجلين نفترض إنه بدأ باليمين بس لسه الشمال موجودة فين؟ على الخشب مقبولة طب التاني الشمال بقوا بينقلها طب الخطوة اللي بعديها هو صلب ده مش عامل كده فيه طريق تقريباً في فيتنام أو حاجة حاجة مهولة ارتفاع مهول بين جبلين فوق بشوف الفيديوهات وعملين طريق بين جبلين حاجة يعني طبعاً 3000 متر حاجة مهولة فوق السحاب حاجة السحاب قوي وعملين طريق بين جبلين على طريق إزاز أو طريق حاجة كده زي الإزاز كانوا إزاز تنشي على إزاز بس الإزاز ده لأن الطريق واسع فبتحس إيه بتهز ففيه ناس بتجري مش عايزة تشوف فيه إيه بتجري عايزة أخلص الطريق ده أجري لأن لو بس بصيت شمال يمين هيدله دوار بس مرة شوفت فيديو واحد ماسك في الأرض وعملين عيط ومرعوب وصحابه عمليلي يجروا وهو شايف الأرض من تحت الإزاز إيه السحاب والغير ومهول أنا بتهيق لي بطرس ده وماشي على المية شي صعب بس هو ده عينه على الرب اللي خلى بطرس السادة بعيد بقى أن هو شك بعد كده وكده أن يعرف العشرة مع الرب إنه فيه علاقة شخصية عارف مين يسوع فالمبدأ الأول للتسليم العشرة والعلاقة مع الرب هل لينا عشرة وعلاقة مع الرب المبدأ الثاني في التسليم الثقة والإيمان في الرب هل أنا واثق فيه؟ هل واثق في صدق كلامه أن الله منزه عن الكذب أن الرب قادر أن يقول فيكون الرب قادر يحقق كلمته بس المهم أن من خلال العشرة ودني هتكون متضربة أن الصوت اللي أنا بسمعه والآية اللي أنا بقراها فعلا الرب بيكلمني بيها مش أمنيات شخصية وإحنا لازم هنا نفرق ما بين الأمنيات الشخصية وما بين الاستناد على وعد حقيق من الرب لكلمة الله الحية حاجة الثالثة الحاجة الأولى التسليم حاجة الثانية الثقة والاتكال على الرب حاجة الثالثة المرونة سلم للرب طريقة طيب سلمت لو جاء الرب قال لي مثلا إيه لي سلم بس في يوم الأيام الرب قال له إيه نعم يا رب قال له إلذب إلى نهر كريث وهناك هتعمل إيه؟ مدينك تشرب من الماء حلوة حاجة منظور النهر شيء منظور هيمدينه يشرب شيء منظور يعني حاجة موجودة بالعياد لكن الأصعب بقى أمرت الغربان أن تعولك أن تعولك هناك ده مش منظور الحاجة الثانية ده مين؟ ده الغربان ده بتخطف وبتجري ما يجيش من وراها خير جاهل بعض الشرح قالوا أنه إلي قاعد في الحتة دي سنة وشوي تخيالي سنة وشوية عنده المرونة والاستعداد الزهني والنفسي أن يوعه كل يوم يمدي إيده ويشرب ده شيء معيان لكن أنه صباحا أعرف الوردية مظبوط أنا معرفش الغربان كب تجي الساعة سبعة إليه بيفطر تمانية ولا تسعة ولا أستمله الوقت إزاي بس حسب الساعة الغربان ضبطة وقتها تمانية تفضل يا إليه ستة مساء ما صباحا ومساء ستة مساء تفضل يا إليه إزاي ووسط العز ده كله شوف الكتاب يقول إيه في ملوك الأول سبعتاشر يقول كده وتوقفت مياه النهر لكن ما قالش وتوقفت الغربان جف النهر العيان ممكن يجف لكن الإيمان عمره ما يجف فالنهر رمز للعيان لكن الغربان رمز للإيمان فالعيان ممكن يجف الرصيد ممكن يروح يعني بنسمع عن الناس كنت بتكلم مع أحد وابنه كان شغال في شركة من ثلاث سنين وكان ماسك حسابات معينة بغمضة عين تسبب أن الشركة تخسر 165 مليون دولار ممكن العيان ممكن يروح في لحظة حتى لو ملايين ممكن يروح في لحظة صح ممكن تروح في لحظة البيت ممكن يروح في لحظة حياة كتير جدا ممكن تروح في لحظة لكن الإيمان عمره ما ينشف ولا ينضب أبدا مستمر المرونة بقى هو قاعد من رستق زهنه وحياته الرب يقول له سيبدأ كله بقى اشربه كله بعد ما خلال سنة وشوية احنا كبشر نحب رستقة الحياة نحب نستقر نحب وعدو المؤمن الاستقرار المصنوع أخطر شيء الاستقرار العش المصنوع أخطر شيء لأن الرب عايزنا دايما متكلين باستمرار عليه فجي الرب قال له بص بقى إليه سيبك من الحتة المصنوعة دي اللي انت تعودت عليها تعالى بقى أدي لك درس تاني يا رب اذهب إلى صرفة صيد يا رب ما تسيبني هنا خلاص رستقة نفسي واضبت شنطتي وعارف من يوم صباحا ومساء غربان خلاص اللي عملها سألها أول يقول له لا التسليم يعني مرونة أنك تثق أن الذي أعالك قادر أن يعولك ويكمل ويكمل يعولك ولن يتوقف عن أعالك عشان كده الآية بتقوله سلم للرب طريقك واتاكل عليه وهو مش يجري 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 سلم له الملف سلم له القضية سلم له المرض سلم له المشكلة سلم له الولد اللي تعب قلبك سلم له البنت اللي بتقول هعمل إيه سلم له مستقبلهم ناس كتير جدا هنا بتكلمنا لما يكبروا أنا أول ما جيت بعد كام شهر حضرت خدمة في كنيسة وأسيس ما يعني كان سمع عني أو أعرفني لسه جديد قال لاجتي القرم ولا بتاع قال لي الحياة هنا صعبة أولادك سنون كام قلت له كذا يعني جريت سيفن و سكس قال لي لازم من دلوقتي تحسب حسبتك هتعلمهم في الجامعة إيه قلت له لسه أقعد أحسب بعد خمس سنين هتعلمهم قال لي جزء من تخطيط الحياة الروحية يبقى فيه تخطيط قلت له أنا أنا أؤمن بالتخطيط لكن أؤمن بالاتكال الحقيقي مش لإني نفلس لكن لإني متعود على إيد الرب ده صحيح متعود على إيد أولاد يخلصوا لما برجع دلوقتي الوراء من 12 سنة اتقلت للكلمة دي والنهارد أولاد نشكر ربنا خلصوا الجامعة وكل واحد في مجل وأرجع صدقيني ولا يكلفونا أي حاجة أقول إيه سنت سنت إزاي ما عرفش طبعا ومشت إزاي ما عرفش واتدبرت إزاي ما عرفش وخلصوا إزاي ما عرفش شوفي لو وقفت قدام القول جملة دي هتعمل إيه يعني اللي بتقول هعمل إيه لأ سلم للرب يعني فيه تعبير عند إخواتنا اللبنانين يقول لك يوم الله يعين الله أيوه لا إحنا ما عندناش يوم الله يعين إحنا الله بيعينها على طول على طول اللي تكفل بيك في الأمس هو متكفل بيك في اليوم وهو متكفل بيك في الغد هو يجري هو عرف شغله هو مش متفاجئ بالظروف إحنا متفاجئين بالظروف مرات ناس كتير جدا تيجي لأمريكا يقول لك أنا كنت فاكر إن أمريكا دي أرض الأحلام أتاريها أرض المشقة والتاع آه إحنا نتفاجئ نتصدم لكن هو لا بيتفاجئ ولا بيتصدم هو عامل شغله هو متكفل هو هيلمس هو هيشفي هو هيسدد هو هيشبع هو هيطبطب هو هيقبر هو هينام هو هيجوز كمان وفي أكتر من كده لا 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 كل حاجة هو ضامن الرحلة طولت عليك لا 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 خالص إحنا قبل ما نرنم عندي صورة حلوة كده وفيها آية في القوضة عندي جنب الباب أنا طلع كده ورحت وقفة قدام الصورة لقيت الآية اللي مكتوب فيها الجبال تزول والأكام تتزعزع أم عهد السلام الجبال الجبال ممكن تزول تختفي فجأة أو ممكن يقدر يشيلها من قدامي ممكن يبقى قدام الجبال أمراض جبال احتياجات جبال مشاكل جبال تهز الجبال تهز بلد لكن سيدك في أشعية لما يقول الجبال تزول يا حبيبي أقدر أشيلها من قدامك الأكام تتزعزع أقدر أشيلها وخليها تتزعزع من قدامك أما إحساني فلا يزول عنك أنا وقفت كده معيني الآية حفظاها وقاريتها مئات إن لم يكن ألاف المرات بس النهاردة لما عيت بشكل غير عادي نعم ورب عايزي يقول لكل واحد وفكرني بها قال لي الصبح عملت معك إيه تقول له يا حبيبي وقفتني قدام الجبال تزول والأكم تتزعزع أما إحساني فلا يزول عنك وعهد سلامي لا يتزعزع لأ وبيكلمني بلغة المؤنس قال راحمك الرب قلت له آه يا رب آه لو كل مؤمن يعرف كده خلونا نرنم مع أختنا شري روح القدس يثبت كلامه جواك وجواكي في اسمه الرب يا سبع ثابت قلبي أرنم لك يا ربي ثابت قلبي لأنك حقا ملك المكت لي ربي صليب طريقك وطاكي عليه وهو يجري وهو يجري لي ربي صليب طريقك وطاكي عليه وهو يجري وهو يجري يهتم بي يهتم بي يهتم بي يهتم بي لي ربي صليب طريقك وطاكي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة عليه وهو يقري وهو يقري مبارك اسم الرب يقولي اول ما تصلي ما تتكلميش تاني خلاص انتي سلمتي الامر ما يكيش دعو باي حاجة انتي رايحة العملية تشكري ان العملية نكحت انك رجعت البيت وتشكري ان انتي في البيت وخلصت على كده موضوع انتهى انتي مسافرة تشكري ان انتي وصلت بالسلامة وانك وصلت المكان اللي انتي عايزة تروحيه وتسكوتي بعد كده لسه مبارح كنت كنت رايحة مشوار ومتأكدة ان المكان صعب في الوقت ده فتل له اشكرك انت ترتب لي مكان اركين العربية وهتوصلني في المعد انا ادخل وتلاقي عربية طلعة عشان يتحجز للمكان ده ادخل هنا فيه خلاص فهو علمني ازاي اسيب المشكلة عنده واشكره انه سمع وانه عارف وانه كتب سفر تسكرة والموضوع ينتهي مفضلش يا رب من فضلك يا رب اعمل معروف يا رب وكأن الله مش بيسمع قل له علمني اسلم صح ولما حس ان الموضوع بين ايديك خلاص ابقى واسق ان انت تمجد لكن قبل ما هتصل لنا ونختم يا اخ اندرو في دقيقة واحدة التسليم الاول ولا الاتكال الاول تسليم تسليم الاول تسليم المرحلة الاولى انه التسليم مبنى على عشرة وقرار اي لما بيحصل تسليم مع الوقت وبشوف معاملات الله في حياتي بيحصل اتكال على الرب في كل شيء تاكل على الرب في كل شيء اي يبقى التسليم التسليم هو الخطوة الاولى بس تسليم هو الخطوة اولى بتبدأ من تسليم النفس اولا للمسيح تسليم القلب تسليم القلب مع السؤال النهاردة هل انا خدت القرار الاول وسلمت نفسه حياته وقلبه للمسيح وعلنت المسيح هو ملك ومخلص شخص الحياة ولا لا دي النقطة الاولى لما بيحصل التسليم ده بتيجي العشرة والعشرة تغذي التسليم فتوصلني المرحلة الاتكال اسم الاتكال على الرب ايوة مجدن لرب صللنا عشان نختم الحلقات يا رب شكرا لك من كل القلب لانه يا روعت ويا جمال اللي عشرة معاك شكرا جدا يا رب لانه فعلا يا رب في القرب منك حياة وسلام وفرح وتعزيات شكرا جدا لاجل ماسكت ايدك لنا وهو ده التسليم يا رب ان احنا اللي بقى واثقين انك انت اللي ماسك ايد ادينا سيدنا رب انت اللي قلت وهو ده الوعد الصادف انا الممسك بيمينك القائل لك لا تخف انا اعينك بشكرك ان كنت انت بنفسك ملك الملوك ورب الارباب وسيد الارض كلها تقول لنا كده انا الممسك بيمينك وتقول لنا انا اعينك بالتالي ممن اخاف نخاف من ايه وانت اللي ماسك ادينا نخاف من ايه وانت اللي قلت انا اعينك انا بشكرك جدا يا رب يا رب ساعدنا يا رب ساعدنا وبصال لاجل كل واحد عنده مشكلة في الحتة دي مهزوم للعيان مهزوم للحسابات الزينية ان نضرب نفسنا باستمرار لاني حسبنا مهما حسبنا هنعمل ايه هنقدر نضيف ايه لينا لكن يا رب الاتكال والتسليم الحقيقي لك مع يا رب عمل المطلوب مننا معادلة مهمة جدا يا رب يساوي انجازات الرب العظيمة في حياتنا انت ليه قصد في حياتنا يا رب وانت عايز تكمل وتنجز مقاصدك يا رب فساعدنا يا رب نكون بنوسع الطريق وبنجنب كل امور عيانية بتهزمنا ونعطي الفرصة بالتمام والكمال انك يا رب الذي ابتدأ فينا عملا صالحا ويكمل شكرك لاجل اخوات يا رب بركة خاصة لاختنا السلوة ومعونة ونعمة في كل موضع ومكان وفي كل حلقة مع لمساتك الشاف يا رب لقدميها وحرقتها شكرك لاجل اختنا الشير يا رب بركة ونعمة واستخدام يا رب جعلتها مرنمة ومسبحة للرب العلي تؤلن عن حضورك في وسط قدسية شعبك يا سيدنا رب استخدام مبارك مع عبدك زوجها مع ابنهم يا رب حماية وحفظ لهم وكل جاه اذكر القناة القرمة وفريق العمل والقائمين عليها وكل شعب الرب اللي بيتابعنا ويتابعنا بركة للجميع في اسم الرب يسوع المسيح آمين مبارك اسم الرب سلم للرب طريقك واتكل عليه واتكل عليه وهو يجري بس مش هينفع تسلم إلا لما تسلم قلبك الأول زي ما كان بيتكلم الأخ أندرو ويكون عندك إيمان إننا لما سلم له القضية عمره ما هيخزلني عمره ما هيكسفني عمره ما هيخليني أندم اطلاقا بس على فكرة بيعلمك بعد كده حاجات يطلعك منها باختبارات رائعة عشان كده ما تتضيقش في الديء اللي انت فيها لكن هو بيوسع تخومك والطفل لو ما خلناهوش يمشي بالعافية ويقع ويقمش هيتعلم يمشي وإحنا كده بيعلمنا بيرشدنا بينصحنا بس بتكون في النهاية عينه علينا حليلويا شكرا يا أخي أندرو ربي بكك والرب فعلا يديك من قوة القوة من مجد المجد شكرا يا شيري ربي يتمجد في حياتك وفي صوتك وفي خدمتك في اسم الرب يسوع شكرا لكم أحبان المشاهدين نلتقي بكم أنت أنا رب في مجيء الأسبوع القادم لكم كل باركة ونعمة والرب معكم شكرا لكم شكرا لكم فضلك وطفال وطفال حين لا أضمال طول المشعار ناخذ نصرة البعثنا قوة حظنا فيه مجاني أبرار يلا النادي عريف صلة وينكن حرص على الأصوار يلا النادي عريف صلة وينكن حرص على أصوار ويكون حرراس على سياك